ألا تخشى أنقرة من أن تتوتر علاقاتها أكثر وأكثر أن تسوء علاقاتها أكثر وأكثر مع باريس جراء هذا التمدد جراء هذه الرغبة في الانفتاح على الدول التي كانت تملؤها باريس يوما ما يعني هل تحتاج تركيا أو بحاجة إلى أخذ الإجازة أو الإذن من باريس لتعزز وتطور علاقتها مع دول أفريقية تفترض أنها مستقلة خاصة مع دول المغرب العربي تربطها بتركيا علاقات ثقافية تاريخية واقتصادية ومصالح مشتركة وحتى السياسية ضيفكم من الجزائر تحدث بشكل جيد جدا يعني العلاقات على سبيل المثال بين تركيا والجزائر رغم وجود بعض الخلافات السياسية جيدة جدا وقائمة على المصالح المشتركة والجزائر يعني مهتمة جدا باستقلاليتها خاصة في سياساتها الخارجية ولا يوجد هناك تقارب إيديولوجي على سبيل المثال ولكن العلاقات بين الدولتين جيدة جدا تقريبا في جميع السعود كذلك مع الدول الأخرى نحن ممكن نتحدث عن التنافس الشريف ولكن تركيا لا تحتاج إلى أخذ موافقة باريس في علاقتها مع الخارجية وفي علاقتها مع الدول الأفريقية وكذلك تركيا تتحرك من مبتا رابح رابح ولا تفرض لأراء المواقف السياسية أو ولا تحاول فرض السيطرة أو النفوذ وما إلى ذلك بل كما قلت يعني معظم هذه العلاقات مبنية على المصالح الاقتصادية وخاصة هذه العلاقات ليست رسمية فقط يعني معظم هذه العلاقات الاقتصادية في مجال الخاص بين الشركات التركية الخاصة وهناك مساهمة كبيرة حقيقة في تنمية هذه البلدان والمشاريع المشتركة وما إلى ذلك كذلك يعني لا تستطيع فرنسا منع على سبيل المثال منع الصين من تطوير علاقتها مع هذه المنطقة وهناك تنافس مفتوح وهذه الدول أدرى بمصالحها ولها الحق في تطوير علاقتها مع أي طرف تريد أنها مناسبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر